احنا متصدرين بعد خمس مباريات خمستاشر بونتو بسم الله ما شاء الله الامور ماشية بشكل كويس لكن بعتقد لسه المنافسة الزمانك لم يخسر الا من الاهل يكسب الاربع مباريات فرقة مصار فرقة جيدة شايف انها كسبت كل مباريات هو دي جلا يظل من الفرق القوية بسرعة اقول لي شكل المسابقة عمل ازاي متوقع ايه هل حتضم صفقات تانية في يناير او لا اسم النادي الاهلي اضاف لقطع كوروناس ايه في مصر شكل كبير اسم النادي الاهلي دخل بدأت زعم مباريات كثير اسم النادي الاهلي دخل انتشار اللعبة بشكل غير مسبوك ده بشهادة الجميع النادي الاهلي بيدخل في مكان الدنيا بتختلف بشكل كبير ده رقم واحد رقم اتنين فيه منافسة طبعا مع فرق كثير فيه منافسة مع البنك الاهلي فيه منافسة مع مصار فيه منافسة مع دجلة فيه منافسة مع الزمالك احنا ماشيين في طريقنا مش بنركز غير نمشي في مشوار الانتصارات لكن عندي اعتراض بسيط أولا لما بيجي المنتخبات تتجمع وأنا أول مرة أتكلم في موضوع قرى النسائية وأول تصريح ليه النهاردة مع حضرتك كابتن نعم لما نيجي ندم منتخب مصر أنت بتاخد من سواء في أي سن أنت مش بتدم من مصار ليه مش هو الفريق اللي بياخد الدوري نعم وأنا بس ألتساؤل بنريحه أنا من حقي كمسؤول أدور عن حقوق نادية من خلال حضرتك ومن خلال قناتنا ده أول سؤال تاني سؤال أنت من نوع تضم؟ لا هم بيدموا بياخد من نادي الأهلي يتطلب سبعة تمانية وأنا السكواد بتاعي أولايل ولسه بقوله في مشوار جديد بسم الله الرحمن الرحيم ماش فاتعمل معسكر تمارين أنا فيه معد بدني فيه سيستم ماشيين به معدل الأحمال ما ينفعش تدي أحمال لأن كان عندنا مباريات أربع مباريات فلازم يريحه ما خدوش الراحة راحه المنتخ طب أنا ليه منافسين ما يتخدش منه لعيبة في المنتخب ولا فيه لعيبة راحت لعبت البنك الأهلي راحه المنتخب ثم راحه لعبه ماتش ودي يخرجوهم لماتش ودي ولعبتي استمرت في التدريبات لا ما أنا لازم أرفع إيدي وقول أنا مش موافق على الكلام رقم اتنين وده مهم جدا بالنسبة لي مصار راح يلعب بطولة أفريقيا سفر يوم سبعة أول مباراة لليوم اتناشة فعنده تلت مباراة مهمة عنده البنك الأهلي عنده بيرامدز عنده دجلة فلازم يلعب المباراة لأن أنا حقابله لما يجي من السفر مفروض أقابله ولا يلعب المباراة دي الأول ده أنا الحواديد دي نفس اللي بيحصل مع الكورة فيه حاجة أنا دي تساؤلات بسألها لأن محتاج نظام محتاج اندباط محتاج لأن أنا ملتزم بكل حاجة بيقولها اتحاد الكورة فعلى الجانب الآخر المتحاد الكورة يبقى ملتزم معايا بالجداول اللي هو حقابله كلها طلبات مشروعة وأعتقد أنها كلها تتحل إن شاء الله